مباشرة من أمام سيجن عوفر ولاء السلامين مرسلة القاهرة الإخبارية معنا الآن بعد التحية ولأهلك أن تحدثينا عن جديد الأوضاع وآخر المستجدات وتوصيفك لما يحدث أمام سيجن عوفر نعم الآن بدأت ولربما بعض الآليات والجبات العسكرية تتحرك في هذا المعتقل ولربما هي تكون واضحة على شاشة الكاميرا وعدسة الكاميرا بشكل أكبر حتى يتسنى لكم لمشاهدة هذه الآليات وأيضا الجبات العسكرية التي بدأت تتمركز في هذا المعتقل الآن شهدنا الحركة التي هي بدأت لربما بوجود هناك بعض الأمور اللوجستية لنقل هؤلاء الأسرة الآن بدأت مصلحة سجون الاحتلال تتحدث عن 42 أسير وأسيرة قد يتم الإفراج عنهم في الأثناء وأيضا في الساعات القادمة وأيضا يعني يتحدثون عن 14 أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية سيتم الإطلاق صراحهم ولكن ما وصل لمصلحة سجون الاحتلال أن هناك 43 أو 42 أسير وأسيرة لدى معتقلات الاحتلال سيتم الإفراج عنهم من سجن الدامون ومجده للأسيرات وأيضا للأشبال في عوفر وسيتم حسب الأصول اللوجستية التي تقول عنها جيش الاحتلال بأنها ستقوم بهذه الأمور اللوجستية ومن ثم سيتبعها الصليب الأحمر ويتم نقل هؤلاء الفلسطينيات والفلسطينيين من هذا المعتقل باتجاه مدينة رام الله والبيرة وبالتحديد إلى بلدة بيتونيا إذن الآن بدأت هذه الحركة التي نراها على عدسة الكاميرا من جنود الاحتلال وأيضا الآليات والجبات العسكرية الآن هي لحظة انتظار وهي سيدة الموقف كما تبعها يوم أمس لا يوجد هنا أي أحد من عوائل الأسرة والأسيرات وبطبيعة الحال أيضا المواطنين لم يتواجدوا لأن قوات الاحتلال لربما تمواطل بأن يكون هناك تواجد لعائلات الأسرة والأسيرات بطبيعة الحال كما حدث يوم أمس كان من المفترض عندما يتسلم الجانب المصري وأيضا الصليب الأحمر هؤلاء الإسرائيليين المحتجزين من قبل المقاومة الفلسطينية بطبيعة الحال سيتم هناك أيضا على معتقل عفر وعلى بوابة عفر هذا المعتقل الذي يقع غرب مدينة رامالله أن يكون هناك إطلاق صراح والإفراج عن الأسرة والأسيرات من هذا المعتقل ولكن مواطلة سجون الاحتلال وأيضا مصلحة سجون الاحتلال بالإفراج عن هؤلاء الأسرة كان هناك بعض الشروط لدى قوات الاحتلال وجيش الاحتلال بأنه يجب إخلاء الشارع الرئيسي من حشودات المواطنين الذين ينتظرون الإفراج عن هؤلاء الأسرة والأسيرات وأيضا على منهم على مقربة من معتقل عفر وحتى أيضا الصحفيين لا يسمح لهم بأن يكونوا على مقربة من هذه البوابة لذلك كانت هناك شروط لهؤلاء مصلحة سجون الاحتلال لذلك لم يكن هناك تسليم فوري للأسرة والأسيرات الفلسطينيات الآن كما تحدثت مصلحة سجون الاحتلال أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات عند الساعة وهذا حسب الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي عند الساعة الواحدة والنصف ولكن الانتظار هو سيد الموقف على الجانب الفلسطيني ريثما يكون هناك فعليا حسب قواعد وأيضا شروط قوات الاحتلال ستبين أين هي الساعة واللحظات الأخيرة التي يمكن الإفراج عن هؤلاء الفلسطينيات والفلسطينيين يعني يوم أمس كان عند الساعة الثامنة الثامنة والنصف الثامنة والربع كان هناك انطلاق لهذه الحافلة من المعتقل باتجاه بلدة بيتونيا ولكن قوات الاحتلال رفضت أن تكون هناك جموع المواطنين وأخبرت الصليب والارتباط المدني وبطبيعة الحال هيئة شؤون الأسرة وحسب هيئة شؤون الأسرة والمحرارين قالت أنه لا تريد أي شخص من المواطنين وأي حشودات للمواطنين على مقربة ويجب عليهم أن يكونوا بعيدين جدا عن هذا المكان لذلك لم يكن هناك التسليم بشكل دقيق وفي الساعة الدقيقة وهذه الشكوك أيضا تتمثل بالقوائم التي يعني الآن جريت اتصال مع هيئة شؤون الأسرة والمحرارين والمتحدث باسم هيئة شؤون الأسرة أكد لي أن لا توجد ساعة محددة لا يوجد أسماء دقيقة حسب ما مطلعة بهذه الأسماء والكشفات التي أصدرتها سلطة القضاء الإسرائيلي المتمثلة بـ 300 أسير وأسيرة وأيضا لا توجد أي هناك أسماء دقيقة من أمام محيط سيجنة عوفر مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة اشتركوا في القناة